السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم من جديد معنا خبر سريع وغريب شوية أو شويتين علينا من الولايات المتحدة الأمريكية أمر قضائي يلزم البيت الأبيض بإعادة تصريح مراسل CNN جيم أكوستا القصة باختصار حصلت مشاجرة بين مراسل CNN وبين ترامب في البيت الأبيض الأسبوع اللي فات فتم منع هذا المراسل من دخول البيت الأبيض بعد ما سحبوا التصريح منه تسكت CNN؟ لا كان ممكن CNN تقوم بطلب تصريح جديد لأي مراسل آخر لكن CNN أصرت أنها تطلب دخول هذا المراسل الذي طرده ترامب أو البيت الأبيض فقامت برفع دعوة قضائية ضد ترامب والبيت الأبيض ومتحدثة البيت الأبيض ورئيس الأركان اليوم مبدئيا يعني كسبت CNN القضية وخلاص سيعود هذا المراسل اللي طردوا ترامب مرة أخرى إلى البيت الأبيض رقما عن أنف ترامب والبيت الأبيض طبعا الموضوع بالنسبة لنا في الدول العربية شيء غريب ومستغرب ولما لا احنا عندنا الناس بتدخل للسجون على تغريدات مش لأنه تعارك مع رئيس الجمهورية زي ما حصل مع مراسل CNN لا احنا عندنا الناس فقط بس أنت تلمح بأي شيء من بعيد تروح وراء الشمس هذه الأشياء الغريبة وهذه القيم التي فقدت عندنا للأسف الشديد موجودة في بعض الدول الغربية وطبعا احنا عارفين أنه هناك أيضا تجاوزات بتحصل عندهم لكن هذا الخبر غريب بالنسبة لنا غريب صراحة نحن لم نرى هذا الكلام على الإطلاق تقريبا منذ أن نشأت في هذه الدنيا لم أرى رئيس جمهورية يحاكمه صحفي ويكسب هذه القضية طبعا هذا بسبب أننا نعيش في دول إجرامية للأسف الشديد وهذه القيم الغربية تطبق فقط بينهم يعني بين المواطنين والمواطنين لكن أنتم تعلمون ماذا يفعل الغرب في بلاد المسلمين قصف وقتل وذبح لكن على كل حال نقلت لكم هذا الخبر الذي أستغربه أنا شخصيا وهو مستغرب لنا نحن فقط وأيضا أنا شمتان في ترامب يعني ترامب هذا المهزأ صراحة يعني سين إن مسخرته خلي بالكم ليس هذا المراسل فقط هو الذي تعرض للشجار مع ترامب في مراسلة أخرى وفي مذيع أخرى حصلت مشكلة بينها وبين ترامب في نفس الأسبوع اللي حصلت مشكلة مع هذا جيم أكوستا طبعا ما عنديش تعليق أكثر من ذلك لكن اللهم استعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته